عالم يوسف شهين عالم هو يوسف شهين حدوته هو والعالم بتاعه حدوته والفنانين اللي بيختارهم يوسف شهين يوسف شهين ما كانش بس بيعمل أفلام حلوة لكن كان عنده اختيارات لفنانين بعينهم كل واحد في دوره ومين يعمل ايه في الدور ده بنحتفل معاكم بذكرى ميلاد يوسف شهين بالأمس 25 يناير وطبعا خلينا في ضيافة فنان من كتيبة يوسف شهين ومن محبي يوسف شهين ومن اللي رافقه يوسف شهين الفنان ضيفي الجميل الفنان سيف عبد الرحمن مساء الفل مساء الجمال يعني بجد بنورنا وإيه الأفلام الحلوة والحاجات الحلوة الحمد لله أنا عايز أعرف كده أنا والمشاهدين من كلية الأداب قسم تاريخ لفرقة الفنون الشعبية ليوسف شهين ليوسف شهين حصلت النقلة دي ازاي وانت لسه طالب في الجمعة أنا كنت طالب في الجمعة وفي نفس الوقت كنت أحد مؤسسي الفرقة القومية الفون الشعبية كان بداية عظيمة الدولة قررت أنها تعمل فرقة لأن فرقة رضا كان نواري الثلاثة وخمسين طبعا فسرت عكاشة الفرح منور عليه وزير التقافة الرائع قرر أن يعمل فرقة قومية فرقة شعبية تمثل مصر وتسافر مصر وترفع اسمه مصر وكان منحظي جاب خبرة منحظ وكانت بتشتغل بتوازي فعلا مع فرقة رضا آه نفسي على طول كان مصلح البقلون أو المصلح السكندرية يوليو أوغسوس يحنا هنا يحنا هنا يعني شهر الرضا وشهر قومية وأنا بعد على خاشمة المصرح يوم كده جميل سنة 63 فيه سعادة وفيه انطلاق وشباب جه يوسف شهين بيعمل فيلم اسمه فجر يوم جديد وكان اختار الفنينة العظيمة سناء جميل وكان اختار نجم بس سناء كانت شافة أنه يعني صغير فجه هو تفرج عليها في الفرقة القومية كان منحظي فالمساعد بتاعه المدام بتاعته قالوا له نشوفه في الشاب ده فجالي المساعد في الاستراحة وقالي الأستاذ يوسف شهين يعني عايز شورك بعد العرض من يعني ما يتمناش او احلمش يوسف شهين كان عامل صلاح الدين طبعا فإسم كبير بقى قوي يعني صحي مخرج عبقاري وعمل شورك العهائل وعايز يعني يعرفني او اشتغل معه فجر يوم جديد بطولة اول مرة هنا كانت البداية دي كانت البداية طيب ومن ساعتها من اليوم ما تعرفنا عليه في مصر حي البولون سنة 63 بغاية اخر يوم في حياته ما تفترقناش خلص يعني احنا مع بعض بقنا عيلة يعني انا معاه على طول طول اليوم بتعمل معاه الافلام يا موجود في المكتب على طول اه احنا انشأنا هو وانا افلام مصر العالمية سنة باردك 72 كان لازم نعمل شركة عشان نعمل فيلم العصفور نفس الحكاية فكان ما نحظي ان انا عملت مع فجر يوم جديد طب انت عملت عدد من الافلام المهمة فيلم نادية ما بعد فجر يوم جديد عملت على طول نادية البستجي بستجي طبعا طبعا حسين كمال وصلاح منصور وشكر سرحان وزيز مصطفى طبعا الفيلم من الافلام المهمة جدا كان على طول تخيل الفيلم ده لو الاجيال بيشوفوه واحنا في السوشيال ميديا الفيلم كله مبني على قصة جواب يعني وحكاية يعني الفيلم تبني قصة حب جميلة لانه خلاص التكنولوجيا غيرت غيرت ما فيش ديات الجواب غيرت الفيلم رائع وتصور في الصحراء اعتقد او في حتة في فيوم مصورينه يعني كان ساعتها لست فيلم الزربة وطلعاش اعتقد الجو اللي عمله حسين كمال في فيلم الوسطقي اعظم بكثير من فيلم الزربة بكثير حقيقة وصلاح منصور وشكر سرحان طيب وبعد كده وبعد كده طلبني احمد بضرغان في فيلم نادية مع سندريلا السينما المصرية العالمية الرعبقرية صحيح مع سعاد حسن وكان اللقاء ونور الشريف كان انا ونور صحيح كلنا ابناء هي كانت بتامة شخصيتين مونة ونادية ايوه انا بحب مونة ونور كان بحب نادية صح وكانت البداية صح وبعدين بدأت عملت بقى البيئي كله اعمال مع يوسف شهين يعني معظمها اه لا كله كل الشغل مع الجو طبعا انا كنت معها يعني اما في التمثيل اما في التوزيع بس ليه التمثيل توقف يعني توقف بعد شوية وبقيت بس موجود معه في المكتب لا انا الاخر وقت انا معه في هي فوضى اه عملت في هي وفوضى فعلا لكن طول الطريق ده ما رحتش بقى مع مخرجين تانين او حاجة لا انا شغلت مع كل انا شغلت مفيش حد مش شغلتش معه اه انا شغلت مع محمد عبدالعزيز مع لا انا اقصد يعني كل التلامس يوسف شهين بس اكتر مع يوسف شهين طبعا هو الاستاذ هو اللي بيعلم كل الناس دي حقيق كان منحظي ان انا معاه على طول انا عملي ما كنت بفهم يعني يوسف شهين مش بس مخرج عادي هو كمان محب للموسيقى والغنى وبدليل ان هو لما شافك وانت كراقص هو كان يعشق الحها ويعشق الفن ويعشق الموسيقى كان مثقف كان عنده فرنساوي واغطالي وانجليزي برفت هو تعلم في امريكا ورجع عملنا يعني كان يستشف العصر اللي جاي وعملنا حاجات جديدة خالص علينا ما كناش متعودين عليها يعني اول فيلم عمله سنة خمسين كان بابا امين ايو ده خيال علمي وواحد توفى وعاس والجه اللي هم بلدتش بيعملوه في السوشال ميليا الجديدة فهو شوفه ده كان اول كوميديا مش معقولة صحيح وهم الاتنين عملوا مع بعض حقيقي فيديو كليب وقبريته وقلعك ومصحان يوسف شهين كان بيحب نفسه كممثل هو اساسا كان نفسه يبقى ممثل ولما درس في امريكا درس التمثيل لكن للظروف الخارجة عن ارطو او المنتجين او مش عارف ايه قالوا لا انت خليك في الاخراج احسن وفعلا لكن السؤال بقى وانتوا مع بعض في الكواليس بيحب نفسه كممثل يعني كان نفسه يكمل كمان مؤكد كان نفسه يكمل طبعا يعني بعد تجربة باب الحديد تجربة باب الحديد مين ممكن يعمل الدور ده لا صعب هو الدور شبه هو محدش وبعدين خلاك حبتي يناوي وعايز اقولكم باب الحديد ده كان بيتزاعة فيه التلفزيونات الفرنسية انا شفته وانا سويرها اول مرة في حياتي كنت في فرنسا وشفت باب الحديد كان في برنامج زينادي السينما زعوا الفيلم وبعدين لقاء مع المبدع يوسف شهين والمزيع وقعدوا يتكلموا على الفين ده كان يوسف شهين كان موجود طول الوقت لسه مزيد من الكلام مع الفنان الكبير سيف عبد الرحمن اللي رافق رحلة يوسف شهين لوقت طويل جدا الكواليس تانيا انتظروها بعد قليل